أعلن رئيس مجلس الوزراء انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع معالجة مشكلة مياه الصرف الزراعي في واحة سيو الذي أوجد حلا جذريا لمشكلة مياه الصرف الزراعي والتي كان يمكن أن تؤدي إلى موت للواحة بالكامل وفي زيارة للواحة هي الأولى لرئيس حكومة منذ سنوات أشار مدبولي إلى أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها واحة سيو امتدت لنحو 30 عاما وكانت لها تأثيراتها على المياه والطربة والمحاصيل بسبب نمط عشوائي كان موجودا في منظومة الرئي موضحا أن الإرادة السياسية كانت هي المحرك الأساسي لتنفيذ المشروع وكل مشروعات التنمية في مصر هذا وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة خرست على تطوير كل المناطق بالجمهورية وذلك بهدف دولة جديدة معتبرا أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع يعتبر البداية طلب مدبولي بإعداد عرض لتطوير الواحة بالكامل وأوضح أن ما يحدث يمثل علاجا لمشاكل كثيرة تأخرت في الدولة في مواجهتها وبخاصة مشروع حياة كريمة الذي يخدم الريف المصري